قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس اللجنة الطبية العليا في القيادة العامة صباح اليوم بالتوقيع على اتفاقية بإنشاء وبناء مشروع مركز محمد بن خليفة الخليفة التخصصي للقلب الجديد بمدينة عوالي وذلك مع شركة محمود محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده فرع أبو ظبي هذا وتبلغ كلفة المشروع 40 مليون و300 ألف دينار بحريني وسيستغرق بنائه مدة 32 شهرا وأكد معالي أن المشروع يعد إضافة نوعية لتشخيص وعلاج أمراض القلب بالبحرين ويعتبر من المشاريع الحيوية التي تشرف على تخطيطها وتنفيذها القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بشكل مباشر في المملكة وتقدم معاليه بالشكر الجزيل لصندوق أبو ظبي للتنمية بدولة دمارات الشقيقة على مساهمتهم لتمويل هذا المشروع ضمن مخصصات الدعم الخليجي اشتركوا في القناة